رسمياً بأخبار عجلة وعاجلة جداً على كن من الفريق الوداد الإم唱ين وفريق الراجع العالمي ولاش ندخل الاهدروا على المهاجم المهاجم القادم للفريق الوداد ماشا الله ولوآلاً باش مانطويش عليكم ندخل wise بآخر الأخبار دي الفريق الوداد نبدو الأخبار دينا بالماشص السعب اللي غ vão جمع بين الفريق الوداد وفريق سızبيب الطنزاني كما عارفين بالماش lo град يجمع بين الفريق الوداد وفريق س Belgium الطنزاني. غاد يكون صعيب الواحد درجة اللي كبيرة. خصوص الفريق فاد الماشادة مواجه هو عد الفريق اللي عانيت في الميدان دياله. وزيد عطي الفريق غاد يدخل الماشادة تحت واحد ضغوط اللي كثيرة. لان في الاخر الفريق راه مطالب بالانتصار ولا شيء غير الانتصار. لانه بطيبات حال الانتصار فاد المباراة غاد يخلي الفريق يوصل النقطة السادسة دياله. وغاد يخليه مباشرة يكون هو الوصيف ديال المجموعة. يعني الانتصار ديالفريق الوي دف организم الوحد المطلب اللي اساسي. ولو ان المهم ما راه سعى لانك في الاخر غتواجه واحد الفريق اللي قوي اللي هو فريق سيمبار تنزاني. وزيد عطي لموهمه صعي باللceğiz لان ld مباراة دي هي اول مباراة للمددرجة ديالفريق. وفاد الماشادة غاد يعرفو شفوز البنزر هي غاد يعطو واحد الايدافة لفريق ولا لا. وزيد عطي مواجه بالخصوص فالفريق عنده بزاف دي الغيابات فاد المباراة هدي. فمثلا فاد الماشهد الفريق هدي افتقد الخدمات دي المايسترو دي اليحيا جبران. وفاد الماشهده خاص دروري فوز البنزارتي يلقى الحل دي لهاد المشكل. وخاصه يعرف في اعتمد على اللاعبين دي الخطل وسط الميدان. ولي غدي اعطي واحد الاضافة اللي كبيرة للفريق فاد الماشهده. وانا غدي يجي السؤال اللي غدي يسونه بزاف دي الناس. اشكون هو افضل لاعب اللي يمكن يعود الغياب دي اليحيا جبران. ايجابة دي على هاد السؤال. تنتوقع باللي فوز البنزارتي فاد الماشهده يمكن يعتمد على زكيري الدروي فاد المركز هذا. بالمقابل يعتمد على يونس احناش كخطوة سطرابير. اما اللاعب دي صانع العابه يمكن يعتمد لحيموت فاد الماشهده. وانا كنت صور باللي التولاتي هاده هو اقرب تولاتي اللي يمكن يعتمد على فوز البنزارتي فاد المباراة. وقبل ما مشي الخبر الموالي كانت من فهذا مباراة هذا الانتصار يكون مناصب دي الفريق ويداد الامة. نمشي ده بلا الخبر الموالي واللي كيتعلق بالمدرب دي الفريق الولد اللي هو فوز البنزارتي. اليوم هو فوز البنزارتي في الندوة الصحفية. قال بزاف دي التصريحات اللي كانت جد مهمة. وبدات التصريحات ديروا فهذا الندوة الصحفية. بللي عنده واحد ثقة اللي كبيرة في المجموعة اللي كينا حاليا عند الفريق. وزاد عطي رهواتق بلاد اللاعبين غادي رجعوا بواحد النتيجة اللي ايجابية فهذا المباراة. وزاد عطي رهواتقيني قال فهذا الندوة الصحفية. بللي هو حاليا كي عرف جو اللاعبين اللي كي حاليا في الويداد. وزاد عطي قال بللي هو مايا كي عرفوا مزيان طريقة اللاعب ديالي. وزاد قال لهات جوج ديال الاسباب. بللي ما كي يشتش يعود رباش الفريق رجع بواحد النقطة اللي سيل بيام راد المباراة. نبشي ده بل خبر الموالي واللي متعلق بكأس العالم الاندية. رسمي الاتحاد دولي الكرة القادم. عنو على اللائحة ديال الفرق اللي غد شارك ان شاء الله في المونديل ديال الاندية. والحسب الاتحاد دولي الكرة القادم. بللي الفريق الوحيد واللي ممثل الكرة المغربية في هدى كأس العالم الاندية. غادي كون ان شاء الله هو فريق ويداد الامة. وهد المشاركة ديال الفريق ويداد في كأس العالم الاندية. غا تكون جد ايجابية بالنسبة للفريق وخصوصا ماديا. لان غير المشاركة في كلاس العالم لانديا. غطى تخطى الفارق واحد جوائز اللي مالية اللي ضخمة. نبشو دابة الاخر خبر اللي متعلق بالمهاجم القادم الفارق الوداد ان شاء الله. لاحسا باخر اخبار تقولك بلي فوز البنزارتي المدري بالجديد الفارق الوداد. وهدر مع الايدارة دي الفارق باش يتعقنوا مع المهاجم دي الفارق اتحاد المونستيري. واللي هو الهدف دي الدوري التونسي بوبكر طروري. وهد المهاجم هذا هو الوحيد اللي هدر عليه فوز البنزارتي وقال للإدارة ديال فريق الويدات باللي من ضرور الإدارة تسني معاد اللاعب مع العلم باللي هاد المهاجم هدا القيمة تسوي قديره إلى 300 ألف دولار والحسن فوز البنزارتي التعاقد مع هاد المهاجم هدا غادي يكون جد إيجابي بالنسبة للفريق المهمة تشيلي كي من ناحية آخر الأخبار ديال فريق الوطنية ويلافتي كان معكم حافظ وتهلا